أهلا بكم الفيديو بتاع النهاردة جايب لكم خبرين في واحد منهم حلو والتاني عليه اختلاف حلو ولا مش حلو فحنتكلم عن زيادة المرتبات في بعض الولايات والمناطق هنا في أمريكا زودت الواج بالساعة عند موظفين كتير وعند الشركات وده طبعا حاجة كيفة جدا لمعنىها لازم انت بقى عارف ايه اللي زاد عشان تطالب الشركة بتاعتك انها تزود لك والحاجة التانية ان الافيرماتف اكش اكت اتلغى او المحكمة الدستورية لغت الافيرماتف اكشن اللي كان موجود قبل كده ولهو مساعة 1912 اللي بيخلي الشركات والجامعات تاخد نسبة معينة من السود واللاتينو عندهم القانون ده عليه خلافات ناس موافقة ناس مش موافقة فانا عايز اعرف رأيك في الموضوع تعالوا بالفيديو ده نبدأ الاول بالافيرماتف اكشن وبعد كده ندخل على موضوع المرتبات طبعا اشترك في القناة لان القناة دورها انها تعرف ايه اللي بيجرى حواليك تبقى فاهم ايه اللي بيجرى فتبقى متابع عايش في امريكا وانت عارف ايه اللي بيجرى حواليك مش بس متواجد على الارض لا عايش عقلا وروحا وقلبا جوه البلد ففاهم ايه اللي بيجرى اول حاجة المحكمة الدستورية لاغت الافيرماتف اكشن ده ده قانون موجود من 1960 كان بيقول ان الجامعات هنا في امريكا لازم تاخد عدد من السود واللاتينوز لانه الاقليات يعني وطبعا الايجن لان الناس دي مش ممثلة كفاية زمان كان فيه اضطهاد ضد السود وضد المهاجرين وكان دايما الجامعات بتفتح ابوابها للبيض اكتر انهم يدخلوا فكان دايما تلاقي الطالب الابيض يقدر يدخل وبالتالي ياخد شهادة كويسة فيشتغل شغرانة كويسة فياخد مرتب احسن فيفضل دايما البيض اعلى في الدخل بتاعهم واعلى في المرتبات من الجنسيات الاخرى فطلع الافيرماتيب اكشن ده انه هو بيحتم على الجامعات انهم ياخدوا نسبة معينة من البلاك واللاتينو والسيدات والايجن والحاجات دي كلها لكن فيه ناس اعترضت قالت ده جماعة الكلام ده كان سنة 1960 احنا النهاردة 2023 نظام اختلف والحقيقة ان القانون ده بيكبر الجامعة انها تاخد ناس مش كواليفايد يعني فيه ناس مثلا بيبقوا بلاك او لاتينو الجامعة فيه ناس بقى لازم تاخدها فبقى عندها طالب ابيض كفء جدا وطالب بلاك او لاتينو او كده ما هوش كفء لكن تضطر تاخد الطالب غير الكفء ده علشان لون جلده علشان تحقق النفبة اللي المطلوبة منها فجيل افيرماتيب اكشن قال لا خلاص اللي بيدخل الجامعة بناء على كواليفيكيشنز بتاعته مش بناء على لونه والكلام ده كله هيا فيه ناس معترضة وفيه ناس مش معترضة فيه ناس بتقول اه عندهم حق لان بصراحة يعني الدنيا اختلفت القوانين اختلفت وناس كتير وفعلا انت بتشوف الشركات وتشوف الجامعة ساعات ناس تقولهم انت ازاي اصلا دخلت الجامعة دي او ازاي دخلت الشركة دي بيبقوا ناس يعني ايه مجرد ان عشان هو بلاك او لاتينو فلازم الشركة او الجامعة تحقق النسبة فيه ناس تانية بتقولك لأ لغاية دلوقتي البيضة عندهم فرصة اكتر فيه بعض الولايات مش كل الجامعات زي بعض مش كل الولايات فيه ولايات زي مثلا امريكا زي كاليفورنيان اسفل ونيويورك وفلوردا عندهم ديفيرسي عالية فيسمحوا بالجاليات التانية انها تدخل لكن فيه ولايات لا بيتطهدوا البلاك بيتطهدوا المهاجرين وبالتالي فرصة ان الواحد يدخل جامعة ويدخل بروجرام محترم قليل فالغاية دلوقتي فيه دي بيت فاللي حاصل ان المحكمة الدستورية لغت هذا القانون الريبوبليكنز موافقين على هذا الالغاء والديموكراس مش عاجبهم الكلام ده وقالوا ان هما في الدورة الجديدة بتاعتهم لو نسكوا في الانتخابات هيحاولوا انهم يعيدوا هذا القانون انت بقى رأيك ايه هل انت شايف ان ده فعلا كويس ولا لا هيخدم مصالحك ومصالح ولادك ولا مش هيخدمها احب بس مع رأيك وفي النقطة زي النقطة التانية بقى بتاعت زيادة المرتبات انتو عارفين ان هنا المفروض ان الميليموم ويدج الفيدرالي سبعة ونص يعني حضرتك علشان تشتغل حسب القانون الفيدرالي مايقلش اللي بتاخده في الساعة عن سبعة دولار ونص طبعا محدش يقدر يعيش بسبعة دولار ونص دلوقتي فبتيجي الولايات بقى بتحط ارقام تانية ففيه ولايات مثلا الميليموم بتاحها 12 دولار فيه ولايات الميليموم بتاحها 15 فيه ولايات الميليموم بتاحها 18 جوا من النهارده ويزودوا كمان الميليموم ده منيوموم يعني اللازم الشركة تدفع لك الايه الفرق ده لو انت تعينت لازم تدفع لك المبلغ ده مش بس جوه الولاية مش كل الولايات لا كمان فيه مناطق فيه cities في counties قالت الولاية مثلا قالت 15 لكن احنا المنطقة بتاعتنا 18 ليه علشان التضخم علشان فيه مناطق السكن فيها غالي الكهرباء غالية الجاس غالي وبالتالي عايزين المرتب يخلي الناس تقدر تعيش في المنطقة دي تعالوا مع بعض نقرأ الخبر ده علشان ايه يبقى قدامكو المعلومات وتبقوا ايه اريانها معايا ده هو الميد يير ده الزيادات اللي حصلت في الولايات ايه الولايات اللي زودت المرتبات بتاعتها عندنا ولاية كاليفورنيا كونيتيكت ديستورت اف كولومبيا اللي هي واشنطن دي في اللي فيها بيت لابيض فلوريدا إلينوي ميرلان مينيسوتا نيفادا وأوريجين امتى حيبقى افكتف من اول يوليا اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده بدأ الزيادة في المرتبات معادة كونيتيكت وفلوريدا قالوا حيبقى بعد كده لكن هم دول الولايات اللي زودت تعالوا نشوفوا الاسعار بقى في ولاية كاليفورنيا منطقة بيركلي زاد السعر من 16.99 بقى 18.09 امريفيل قالوا من 17.68 بقى 18.67 لوس انجريس سيتي من 16.00 ل 16.78 لوس انجريس كونتي كلها يعني قالوا من 15.96 ل 16.90 تقريبا زاد دولار كامل ماليبو من 15.96 لستاشر دولار تسعين بسادينا من 16.11 سنت لستاشر دولار تلاتة وتسعين سنت سان فرانسيسكو من 16.99 لتمنتاشر دولار وسبعة سنت فزيادة حلوة يعني سانة مونيكا من 15.96 لستاشر دولار آآ وتسعين منطقة ويست هالوود بقى قالوا ان اصحاب الاعمال اللي عندهم خمسين موظف او اكتر فحيزيد من سبعتاشر دولار وخمسين سنت لتسعتاشر دولار وثمانية سنت اما الاصحاب الاعمال اللي عندهم تسعة واربعين موظف فاققل فزايد السعر من سبعتاشر دولار في الساعة لتسعتاشر دولار وثمانية سنت يعني الوقت ما بتفرقش هما الاتنين اسوأ عندك موظفين خمسين فاقق اقل فهي نفس المبلغ دي اماتوا شايفين اما بقى الموظفين بتوع الفنادق موجودين حيبقى من تمنتاشر دولار خمسة وتلاتين يبقى تسعتاشر دولار وثمانية سنت ولاية كنتيكت ستيت وايد في كل الولاية من اربعتاشر دولار لخمستاشر دولار زودها دولار كامل امتى بدأ من شهر يونيا اللي فات فهم بدأوا بدري عن شهر يوليا ديستركت اف كرومبيا ليه واشنطن دي سي قالوا كل واشنطن دي سي من ستاشر دولار وعشر سنت اللي سبعتاشر دولار تقريبا تسعين سنت اهو وديستركت وايد تيبت ووركرز اللي هم الناس اللي بياخدوا التيبس بتاعتهم بقى من ستة دولار تيب لتمانية دولار في الساعة بالنسبة لفلوريدا قالوا في الولاية كلها من حداشر دولار لاثناشر دولار ده هيبدأ امتى اخر سبتمبر تلاتة وعشر فلسه مش هيبدأ دلوقتي اما بالنسبة لل يعني ذات دولار كامل هيبدأ من امتى اخر سبتمبر تلاتة وعشرين ولاية اللينوي عندنا في منطقة شيكاغو الموظفين الاصحاب الاعمال اللي عندهم واحد وعشرين موظف فاكتر من خمستاشر دولار واربعين سنت لخمستاشر دولار تمانين سنت اما التيبت ووركرز من تسعة دولار اه وربع لتسعة دولار تمانية واربعين يعني يزودهم تقريبا خمسين اقل من خمسين سنت اما الموظف الاصحاب الاعمال اللي عندهم موظفين من اربعة لعشرين هيزود من اربعتاشر دولار وخمسين سنت لخمستاشر دولار زودوه خمسين سنت في الساعة والتيبت ووركرز من تمانية دولار وسبعين سنت لتسعة دولار كوك كاونتي منطقة كوك في الكاونتي كلها من ترتاشر دولار خمسة وتلاتين لترتاشر دولار سبعين وهنا الكاونتي وايد اللي هي تيبت ووركرز اللي بياخدوا تيبس من 7 دولار و 80 فنت لـ 8 دولار ولاية ميريلاند بس في منطقة مونتو جومري كونتي الأصحاب الأعمال اللي عندهم 1 و 50 موظف فأكتر من 15 دولار 65 فنت لـ 16 دولار 70 فنت أما أصحاب الأعمال اللي عندهم من 11 لـ 50 موظف من 14 دولار و 50 فنت لـ 15 دولار والأصحاب الأعمال اللي عندهم موظفين 10 فأقل من 14 دولار لـ 14 دولار و 50 سنت ولاية مينيسوتا منطقة مينيابوليس الأصحاب الأعمال اللي عندهم 101 موظف فأكتر زادت هي نفسها من 15 دولار و 19 سنت ما زادتش ما فيش أي تشينج بيها لكن صغار الأصحاب الأعمال اللي عندهم 100 موظف فأقل زادت من 13 دولار و 50 سنت لـ 14 دولار و 50 سنت يعني زادت دولار كامل في الساعة منطقة سان بول ماكرو بيزنس يعني أصحاب الأعمال الكبار قوي اللي عندهم 10 تلاف موظف أكتر 15 دولار و 19 سنت ما زادتش حاجة أما أصحاب الأعمال الكبار شوية اللي هي عندهم من 101 موظف ل 10 تلاف موظف زادت من 13 دولار و 50 سنت اللي 15 دولار أصحاب الأعمال الصغيرة اللي هم عندهم من 6 ل 100 موظف زادت من 12 دولار ل 13 دولار وأصحاب الأعمال الصغيرة أولا عنده خمس موظفين فأقل من 10 دولار 75 سنت 11 دولار 50 سنت ولاية نيفادا الموظفين عندهم اللي بيشتغلوا في قطاع الصحة زادوا من 9 دولار 50 سنت ل 10 دولار 25 سنت أما الموظفين اللي بيشتغلوا ما عندهمش أنا أسفة أنا قلت قطاع الصحة أنا أسفة اللي عندهم هالث انشورنس بنافت أنا أسفة ولاية نيفادا الموظفين اللي عندهم health insurance benefits يعني عندهم تغطية للصحة هيزيد الدخل بتاعهم من 9 دولار و50 سنت إلى 10 دولار و25 سنت أما الموظفين اللي ما عندهمش أي benefits في health insurance هو 10 دولار و50 سنت هيزيد يبقى 11 دولار و25 سنت أريدن ولاية أريدن في كل الولاية هيزيد من 13 دولار و50 سنت إلى 14 دولار و20 سنت Portland Metro Area Employers الكبار موجودة في الـ Urban Growth بتاعهم زادت من 14 دولار و75 سنت إلى 15 دولار و45 سنت والموظفين اللي موجودين في منطقة ما هيش Urban خارج المنطقة بتاعة Metropolitan Area وكده فمن 12 دولار و50 سنت لغاية 13 دولار و20 سنت فده اللي موجود حالياً دلوقتي الزيادات اللي حصلت فدي طبعاً أخبار كويسة ممكن تفيد يعني احتفظ بالمعلومات دي عندك واسأل أصحاب الأعمال إذا كانوا هيزودوا الكلام ده المسؤول هو يكون خلاص التطبق من أول يوليا في كل الولايات وأما بولاية فلوردة فأواخر سبتمبر حيبتدوا يحطوا هذه القوانين أتمنى الفيديو دي يكون فاتكم بأي معلومة ولو كان يبقى شاير الفيديو واشترك في القناة القناة دي بتجيب لك كل المعلومات اللي يتهمك وتهموا أسرتك كم مع كورانيا سلطان ودي حكايات من الولايات ترجمة نانسي قنقر